ارحب بكم من جديد تسلمت ايران الرد الامريكي على النص الذي قدمه الاتحاد الاوروبي لإحياء الاتفاق النووي وبعد المراجعة الدقيقة ستنقل تيران وجهة نظرها الى الاتحاد الاوروبي باعتباره منسق المحادثات النووية طبعا حسب ما قالت الخارجية الايرانية بالتزامن بدأت ايران مناورات عسكرية جديدة لسلاح الطائرات المسيرة فلماذا تجاهلت الولايات المتحدة ما يشكله هذا السلاح من تهديدات وماذا ارادت طهران من استعراض قوتها في هذا المجال الان ولماذا اختارت واشنطن ان لا تكون انشطة ايران مزعزعة للاستقرار جزءا من شروط العودة الى الاتفاق النوو مناورات ايران العسكرية الجديدة قصدت اظهار ما حققته من تقدم في مجال صناعة الطائرات المسيرة فهي الان من الصناعات العسكرية الحديثة التي تغطي مساحة واسعة من الاغراض الدفاعية والهجومية والمراقبة هذا السلاح بالرغم من خطورته فانه لا يثير اعتراضات دولية كتلك التي يثيرها البرامج الصاروخي الايراني وبالنظر الى ان الاستخدامات الارهابية لهذا النوع من الاسلحة ليست موضوعا من مواضيع الاهتمام في مفاوضات العودة الى الاتفاق النووي فان استعراض ايران لقدراتها فيه لم يترك اي اشارات قد توحي بانه عقبة لان الارهاب واعمال زعزعة الاستقرار لم تكن من الاساس على جدول الاعمال الطائرات الايرانية المسيرة ما تزال اقل كفاءة من نظيراتها الا ان شق الطريق يمكنه ان يوسع الافاق والخبرات وحالما تعود ايران لتحصل على عشرات المليارات من الاموال بموجب رفع العقوبات فان هذا السلاح سوف يجد سبيلا للتطور وتدعم به طهران نشاطات المنظمات التابعة لها في المنطقة الحديث في البلايات المتحدة عن تنازلات قدمتها ايران لتيسير العودة الى الاتفاق النووي تستهدف الدفاع عن ما قدمته هي من تنازلات لايران وبانتظار ان تتمح الحالة المعضلة الوحيدة الباقية المتعلقة بالنشاطات النووية السرية او مجهولة الاجابات بالنسبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية فان كل شيء يبدو جاهزا للتوقيع عليه الخلاصات الرئيسية للاتفاق لا تزال كما هي فايران سوف تحصل على تلال من الاموال في مقابل التخلي عن تلال الاوهام في برامجها النووي اما الارهاب والنشاطات المزعزعة للاستقرار فباقية بل وتجرى لها استعراضات عسكرية ومناورات حول هذا الملف رحب بضيوفنا من واشنطن توم ورق نائب مساعد وزير الامن الوطني الامريكي السابق ومن طهران بدكتور حكم امهز باحث في شؤون ايران وشرق الاوسط ومن باريس دكتور هلال العبيدي باحث في العلاقات الدولية ارحب بكم جميعا ضيوفنا ابدأ معك سيد توم ابدأ معك كمان ايضا بكل اللي ورد علينا من عواجل قبل قليل واشنطن اذا سلمت ردها على مسودة الاتفاق النووي للاتحاد الاوروبي الخارجية الايرانية منكبا انا على دراسة هذا الرد الامريكي وستبلغه للأوروبيين بعد الانتهاء منه هل ظهرت اي مؤشرات في واشنطن حول ما هي الرد الامريكي لانه في الحقيقة كان هناك ثلاث ملاحظات ايرانية ذكرت بايران بانها لن تتنازل عنها باي حال من الاحوال الحقيقة قد استمعنا هنا في واشنطن على ان الرد قد حول الى الاوروبيين وان الاوروبيين حولوا الى طهران لذلك الان ننتظر الرد الايراني وهذا ما استمعنا اليه مؤخرا في واشنطن والنبأ الجيد هو ان المناقشات متواصلة ولكن هناك العديد من الاختلافات بين الجانبين وهناك قضايا محددة كانت تعلق الحدثات سابقا حيث ان ايران صممت على ان لا تحدد الولايات المتحدة الا افعال الاجنبية او وضع المنظمات في قوائم الارهاب وايران لا تتوقع رفع ذلك في مقابل الاتفاق النووي ولكن فيما اذا كان هناك سيكون رجل جديد يؤدي الى موافقة طهران هذا شيء تنتظر واشنطن الاستماع اليه من طهران دكتور حكم الان الكرة في ملعب طهران وكان طبقا لكل المتابعين هناك ثلاث ملاحظات قالت طهران بانها لن تتنازل عنها باي حال من الاحوال لا اعلم ان كان لدينا مؤشرات ظهرت الان في طهران او لا على الرد الامريكي طبعا حياك داليا وحيا ضيفيك ومتابعيك يعني الان بدأت الجمهورية الاسلامية تدرس الرد الامريكي هناك اجتماعات انا وانا اتحدث اليك هناك اجتماعات في الخارجية وفي مجلس الامن القومي تجري حاليا يعني لدراسة هذه الردود بشكل دقيق جدا وبالتصوري بالرغم من انه حتى الان ليس هناك من موقف ايراني او تسريبات ايرانية حول هذا الموضوع لكن دعيني اقول ان المفاوضات ستبقي بعض النقاط العالقة حتى لو كان فيها حلحلة او ليست مستعصية باعتبار انه على كل طرف ان يحقق ما امكن من اهدافي في مرمى الاخر لتحقيق اهدافه المطلوبة وبالتالي نحن بتحديد انه نحن امام جولة اخرى من المفاوضات قد تكون اسبوع المقبل لا موضوع الضمانات نقطة اساسية واستراتيجية جدا مهمة هذه نقطة النقطة الاخرى هي المتعلقة بموضوع دور الوكالة والتفتيش عن المزعوم عن موضوعات الاينات التلوث النووي ويوم الى ذلك وهناك بعض النقاط الاخرى المتعلقة ايضا برفع الحذر والتحقق منه لانه في الفترة الماضية حصلت تقدم على مستوى رفع الحذر تقدم كبير جدا على مستوى رفع الحذر وعلى مستوى التأكد والتحقق من رفع الحذر ولكن الاشكاليات بقيت بعض النقاط العالقة ولكن الاشكالية الكبرى كانت في موضوع الضمانات حتى الآن ليس هناك من ضمانات النقطة الأخرى التي أشرنا إليها هي موضوع دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأنه في فترة الماضية تعرفين داليا أن الإيرانيين يتهمون الوكالة بأن دورها مسيس وأنهم يعتمدون على تقارير استخباراتية إسرائيلية هذه الذي أدى إلى موضوع العينات المزعومة حول موضوع أن يكون هناك تلوث نووي وبرنامج نووي سري إضافة إلى موضوع الحرس حتى الآن لا يمكن القول أن موضوع الحرس انتهى صحيح أنه ليس أولوية في المفاوضات وهو ما أعلنه الإيرانيون قبل ذلك أنه ليس العقدة هي في الحرس السوري إنها عقدة في نقاط أخرى ولكن الحرس السوري أيضا يبقى أحد النقاط باعتبار أنه تحديدا هناك مؤسسة مقر خاتم الأنبياء التي تضم أكثر من 130 شركة اقتصادية ضخمة جدا تعمل على مستوى الجمهورية وبالتالي هذه النقاط لابد أن يكون لها حل وبالتالي أعتقد أن الأمور ذاهبة إلى اجتماع في فيينا على أساس أن يكون هناك ربما تقارب وجهة نظر تؤدي إلى حل ما دكتور هلال إذن الأمور ذاهبة حسب ضيفي من طهران إلى اجتماع مرتقب في فيينا تقديراتك للأمور لأنه في الحقيقة الاتحاد الأوروبي توقع بأنه يكون الرد الأمريكي والإيراني على المسودة الأوروبية بسرعة كبيرة نعم تحياتي لقداريو والمشاهدين الكرام والضيفيك الكريمين بصراحة ما زلنا في منطقة يعني ما زلنا في لعبة البيك بونغ أنه كان هناك ردود ثم انتقلت إلى واشنطن واشنطن بعثت بالردود اليوم إلى طهران طهران ستدرس الردود وتبعث بها إلى واشنطن وكل هذا الاتحاد الأوروبي هو الوسيط ما تصلنا من تسريبات ومعلومات من أروقة هذه المفاوضات قليلة وشحيحة جدا ما نعرفه أن الواقع حقيقة أن طهران تحاول كسب الوقت وهذا ما يدركه الجميع وتحاول اللعب بهذا الوقت لأنها استمرت هذه المفاوضات فترة لا يستهان بها صحيح أن المواضيع حساسة ودقيقة جدا ومواضيع فنية ولكن إطالة أمد هذه المفاوضات لا يصب في صالح أحد يعني قبل أشهر سمعنا أنه خلال أسابيع إذا لم تحسم هذه المفاوضات فأنه لا فائدة يرتجى منها لأنها ستسقط قيمتها وفائدتها بالنسبة لدول العالم وخصوصا لدول المنطقة التي تنظر إلى هذه المفاوضات بصراحة بعين الريبة لأنها لا تدري ماذا يدور وماذا يجري ما هو مصير مستقبل إيران وتدخلاتها في دول المنطقة يعني أنا قبل قليل كنت أتحدث عن موضوع المسيارات الإيرانية والمناورات التي عملتها اليوم إيران تبعث برسائل أننا ما زلنا هنا وما زلنا موجودين لذلك اليوم أكثر الهجمات التي حدثت في المنطقة وأجري التحقيق فيها من قبل الأمم المتحدة هي هجمات بصواريخ أو بمسيارات إيرانية ماذا مصير هذه التكنولوجيا إذن كيف سيمكن سأتي على ذكرها دكتور هلال ووضع خطوط أريضة لدول المنطقة أعد راك سأتي على ذكر مسألة المسيارات الإيرانية لكن أريد أن نستوفي أكثر في الشرح حول مسألة الرد الأمريكي ودراسته من قبل طهران أعود لضيفنا من واشنطن دكتور سيد توم في الحقيقة أنه ذكرت لي بأن الرد الأمريكي هو بالمناسبة طبعا ليس منشورا لا نعلم أي تفاصيل عنه أو معلومات عن فحواه لدينا تسريبات عنه للسريت جورنال لكن سؤالي لحضرتك الآن إلى أي حد يبدو الداخل الأمريكي موحد هذه المرة أمام الرد على المسودة الأوروبية في واشنطن هناك تخوف كبير بشأن الاتجاه التي تتجه إليه إيران ورفضها للتقديم أو الوافقة على التفتيشات المفاتشين الدوليين ورئيس بايدن قد أوضح أن إيران لن يسمح لها أن تطور الأسلحة النووية وهذا شيء يوجد بشأن توافق من الحزبين في واشنطن بالإضافة إلى العديد من المشكلات ولكن فكرة أن إيران ليس عليها أن تحصل على سلاح نووي وهو أمر تتوحد بشأن الولايات المتحدة دكتور حكم المناورات الإيران العسكرية الجديدة هي بالمناسبة لم نسمع عنها الكثير من الإدانات العالمية أو من العواصم العالمية لكن لماذا حدثت الآن بالتزامن مع ما يناقش حول الاتفاق النووي الإيراني أو إعادته لمساره أو الرد الأمريكي أو المسودة الأوروبية لماذا الآن؟ لماذا في هذا التوقيت؟ نعم نقطة قبل أن أجيبك داليا موضوع أن إيران تحارو وتماطل في كسب الوقت وتمد في أمد المفاوضات أنا أعتقد أن هذا الكلام ليس في محله باعتبار أنه كأن الأمر مطلوب من إيران أنه أي شيء يأتيها في المفاوضات يجب عليها أن توقع وانتهى الموضوع أيضا إذا كان الموضوع منع إيران من امتلاك أسلحة نووية أيضا هي تقول أنها لا تريد أن تصنع أسلحة نووية ولكن في الوقت ذاته هل المطلوب أن تنزع القدرات العسكرية من إيران سواء كان على مستوى المسيرات أو على مستوى الصواريخ البلستية؟ هل أنه لا يحق لأي دولة أن تتمتلك قدرات عسكرية دفاعية؟ لماذا حلال على إسرائيل أو غير إسرائيل أن تمتلك أسلحة وقدرات؟ وعلى إيران ليس حلال عليه حرام عليها؟ إذن حتى نكون مواقعيين هناك علاقات دولية هناك مصالح دولية يجب أن يكل دولة أن تتمتع بقدرات عسكرية ما أمكنها لكي تكون هذه القدرات رادعة فيما تعلق بموضوع أمور مزعزة على الاستقرار تقوم بها إيران لا لا يجب أن يكون مزعزة على الاستقرار في المنطقة سيدة داليا تفضل سيدة داليا الذي يزعز على الاستقرار في المنطقة هو الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية التي تأتي من عشرات ألاف الكيلومترات إلى هذه المنطقة وترتكب ما ترتكب وتغطي الذين يرتكبون الجرائم والمجازر الإرهابية في المنطقة فيما يتعلق بموضوع المسيارات هذه المناورات لماذا الإدانة؟ هذا حق لأي دولة أن تقوم بمناورات الآن هناك مناورات كانت صينية عفواً أمريكية كورية على ما أذكر أو اليابانية في شرق آسيا هناك أيضا مناورات غيرها ومناورات صينية هذا الأمر يحق لأي دولة أن تقوم بمناورات وأن تطور قدراتها العسكرية وخبراتها العسكرية ونحن نتحدث عن إمكانيات إيرانية فيما يتعلق بالمسيرات هذه المسيرات على مستوى التكنولوجي فاقت نظيراتها على مستوى العالمي نحن نسمع اليوم أن هناك محاولات من قبل روسيا للاستفادة من الطائرات المسيرة الإيرانية وأيضا الطائرات المسيرة الإيرانية اخترقت المنظومات الدفاعية المتطورة إسرائيل ودخلت إلى إسرائيل وإذا كانوا يتحدثون عن أن هذه التكنولوجيا يعني ليست مهمة طيب هذه التكنولوجيا إذا كانت نقلت إلى اليمنيين هي اخترقت الأجهزة الدفاع والمتطورة الأمريكية والأوروبية الموجودة في السعودية والموجودة في الإمارات واخترقت كل هذه الدفاعات هذا يعني أنها تكنولوجيا ومتقدمة إيران ما تقوم به اليوم هو ليس متزامن ليس أنه قررت أن يكون اليوم ليتزامن مع الرد الأمريكي لا أنا أعرف أنه منذ فترة هذه المناورات مقررة وبهذه الطريقة على مستوى كل الجمهورية بطائرات متنوعة ومختلفة وبإمكانيات مختلفة وبتكنولوجيا متطورة حتى أنه يشارك في هذه المناورات طائرات صنعت حديثا وبتكنولوجيا حديثة ومتطورة تجرى في هذا الأمر الرسائل بطبيعة الحال من كل الذين يعرفون بالعلاقات الدولية أن أول رسالة من هكذا هكذا مناورات هي أنه نحن لدينا إمكانيات ردعية دفاعية فعلى من يفكر بأن يعتدي علينا لا يفكر و هذا أيضا في مبدأ العلاقات الدولية يقدر استوازن أمنيا مستقرارا في المنطقة لمن هذه الرسائل؟ يعني هذه الرسائل هي موجهة لدول المنطقة لأننا بصراحة لا يمكن لا يمكن لا ليست لإسرائيل مع الأسف يعني كنا نتمنى أن تكون هذه الرسائل لإسرائيل سأذكرك أن إسرائيل قامت في عدة مرات بضرب عدة منشآت لإنتاج المسيارات النووية قامت في شهر شباق فبراير من هذا العام بضرب المنشآت النووية مخازنها إنتاجها ولم ترد طهران حتى الآن على هذه الضربات الإسرائيلية على اغتيال العلماء لم نشاهد ردا حقيقيا لا مانع من امتلاك السلاح ولا مانع من امتلاك التكنولوجيا ولا مانع من إظهار القوة كل هذا نعم من حق الدول ولا مانع من المناورات ولكن عندما تقوم دولة بتزويد هذه التكنولوجيا لمنظمات إرهابية وميليشيات وتتدخل في شؤون الدول الأخرى وتعطي بعض قطع الغيار لهذه الدول لتضرب دول جارة لهذه الميليشيات عفوا لتضرب دول جارة مؤسسات يعني مطار أبهى عندما ضرب كانت هناك نتائج التحقيق أظهرت أن صواريخ ومسائرات إيرانية كذلك في منشأة أرامكو كذلك في شمال العراق في أربيل كذلك في سوريا في كل المكان عندما تكون هناك ضربات من جهات مجهولة أحياناً وميليشيات معلومة أحياناً أخرى نشاهد أن هذه اليد الإيرانية موجودة خلفها لماذا تقوم إيران بزعزعة استقرار دول المنطقة لماذا تقوم إيران بنقل هذه التكنولوجيا إلى دول المنطقة هذا ما نريد أن نفهمه ونريد إيران قوية للرد على إسرائيل وليس تضرب إسرائيل إيران لكي تقوم إيران بالرد في السعودية أو في العراق أو في سوريا أو في لبنان لذلك أنا أعتقد أن هذا الكلام متناقض جداً مع الوقائع التي لدينا وعلى إيران أن تحدد مساراتهم ونتمنى أن يكون هذا الاتفاق النووي خاتمة لتدخلات إيران في المنطقة ولدعمها بعض الميليشيات ذكرت مرة أخرى الاتفاق النووي وسؤالي الآن لضيفنا من واشنطن سيد توم يعني علمنا طبعاً أنه كان هناك ضغوطات الإسرائيلية كبيرة على الأمريكيين فيما يخص المسودة مسودة للاتحاد الأوروبي يعني كان هناك زيارات كبيرة كان رئيس الوزراء يئير لبيت قال بأننا لسنا ملزمون بأي حال من الأحوال بالاتفاق النووي بصورته الحالية وزير الجيش الإسرائيلي في زيارة الفلوريدا ويوم جمعة أيضاً في زيارة لواشنطن يبدو بأنه أيضاً ما زالت تمرس الضغوطات الإسرائيلية في اللحظات الأخيرة إلى أي مدى روعية المخاوف الإسرائيلية في الرد الأمريكي فيما يخص المسودة الأوروبية الولايات المتحدة تستشير إسرائيل وتقوم باستشارات معها ومع الدول العربية أخرى في المنطقة في التفكير في القدرات الإيرانية وكونها تهديد لأمنهم ولكن الولايات المتحدة كانت واضحة بشأن أنها ستواصل الانخراط في المفاوضات مع طهران وأن الدبلوماسية ستتواصل على رغم من أن الدول مثل إسرائيل والدول الأخرى العربية في المنطقة لديها تحفظات بشأن ما تقوم به إيران وهناك السؤال الأكبر الذي أشار إليه ضيفك وهو التهديدات الإيرانية الأخرى بأنواعها الأخرى لأدول الأخرى في المنطقة والعربات ولكن بشأن الملف النووي هذا ما تولي واشنطن الأولوية إليه في الوقت الحالي وأعتقد أننا سنرى أن واشنطن ستأخذ في الاعتبار مواقف الحلفاء الآخرين في المنطقة ولكن في نهاية المنطقة ما تحاول واشنطن التفاوض بشأنه وعود إلى الاتفاق اتفاق عام 2016 الذي وضع قيود على البرنامج النووي الإيراني وواشنطن لديها نوايا أخرى بشأن القضايا الأخرى لأن هذا يعد سسبب للتخاوفات الأمنية في المنطقة والدول العربية الأخرى والعديد منها وواشنطن ترغب في رؤية نهاية لأتدادات الإيرانية وفي هذه المناطق إضافة إلى الملف النووي شكرا جزيلا من واشنطن توم واريك نائب مساعد وزير الأمن الوطني الأمريكي السابق وأشكر كذلك ضيفنا من طهران دكتور حكم أمهز باحث في شؤون إيران والشرق الأوسط وأشكر كذلك ضيفنا من باريس دكتور هلال العبيدي باحث في العلاقات الدولية أشكركم جزيلا ضيفنا انتهت حلقتنا لهذه الليلة من برنامج وراء الحدث أشكر لكم طيبة المتابعة وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر